عزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزي على الوجوه المشرفة والنماذج المصرية في المجتمع ديفي الكريم اليوم في الفقرة القانونية الأستاذ إبراهيم عبدالجواد المحامي محامي حر ومستشار العلاقات الكنسولية والدبلوماسية والشؤون السياسية ودراسات عليا بالقانون وعضو اتحاد المحامين العرب خلينا نشوف السيرة الزاتية لأستاذ إبراهيم عبدالجواد صباح الخير يا أستاذ إبراهيم صباح النور أستاذ إبراهيم أستاذ إبراهيم في البداية أنا حتكلم مع حضرتك في الفقرة القانونية عن موضوع شائك وهام جدا دلوقتي في المجتمع المصري قانون التصالح في البداية عايز من حضرتك تعريف مبدئي ومبسط لسد المشاهدين يعني ايه قانون التصالح؟ قانون التصالح ده قانون صدر بالنسبة لقانون المصور الفترة دي اللي هو واحد 2020 ده قانون صدر لإعطاء الفرصة للمخالفين على أراضي دولة مثلا متعدين على أراضي دولة أو حد بني مخالف أو جميع المخالفات في النهاية يبقى عندها فرصة زهبية بالنهاية تتصالح مع الدولة وتقنن وضعها ويكون وضعها سليم زي الناس اللي هي شرية سليم برضو ما تمش منها أي تعدي أو أي مخالفة على أملاكها أو على أملاك الغير طيب عايز أعرف من حضرتك بالنسبة للعاكرات أو المباني المبنية بوضع اليد على قرارة الدولة هل ده حيتم تقنين الوضع معاها ولا حيتم التصالح؟ الإجراءات بتكون إيه؟ بصة فندم هو هنا بيتم التصالح اللي هم متعدين على أملاك الدولة وأيضاً الأراضي المملوكة للغير وفي الحالة دي بس أنت عندك هنا شقين عندك أن أنت الأول لازم تقنن وضعك تحائز للمكان أو كمالك للمكان ثم فيما بعد أن أنت تقدم تصالح للجهة المختصة طبعاك الحقيقي مثلاً أو المركز الزكي أو على حسب الرقعة اللي أنت فيها فين؟ وبنوعنا عليه بتحصل على ميزة أن أنت تكون يعني مقنن وضعك وقاعد في وضع قانوني ساعتاً مش حاببا فيه أي لغة عنده ولا حاببا فيه أي مشاكل هقدر يقوله أنت بتعمل إيه يعني هو ملكه خلاص يعني ده كده حد يتملك المكان ملك طبيعي جداً وولي أنه يتصرف فيه تصرف الملك في أملكهم مفيش أي مسألة عليه طب فيه حالة في قانون التصالح عايزة أفهم المحاضرية تكاوي الناس اللي بنية بنون ترخيص وعندها مخالف للسلامة الإنشائية البنوت بتاعتها هل ده حيتم التصالح معاه ولا وضعه بيكون إزاي؟ ده فندم اللي بيحددوا اللجنة الربعية اللي بتنظر طلب التصالح لو فيه طبعا وفقا أو تصليح أو تعديل أو أيا كان إيه استفاء الأوراق ناقص أو فيه طبعا يعني أنت حردك بتقولي أنت بتعرض أساسا حياة الناس اللي سكنة في العقار ده للخطر بتعرضهم للموت لأن انت غير مطابق للمواصفات فإذن إزاي أنا حصرح لك؟ يعني أنا أن أنت تقدم لي طلب تصرح يعني أن أنا أصرح لك بوضعك وقننهولك ده أنا بأزي المواطن قبل ما أكون بأزي أي حد فطبيعي جدا وما فوش أدنى لغط إن أنا أرفض طلب زي ده طيب أستاذ إبراهيم خلينا ننقل الموضوع بشكل مبسط للسادة المشاهدين دلوقتي أنا لما يكون فرض عندي واحدة أو عقار وعايز أبتدي أخذ الإجراءات عشان أعمل قانون التصالح في البداية كده الخطوات بتكون إزاي؟ بصة فاندم أنت بتقدم طلب للمركز الزكي أو للجمعية أو يعني أيا كان أنت على حسب مثل مركز الزكي ده بالنسبة للمحافظات أو يعني كده لكل محافظة أو مجلس مدينة لو في أرياف مع حضرتك وبيتم تقديم أي مستندات يعني الأول كان بيتم تقديم الأوراق كاملة المفروض أن أنت تقدم أوراق كاملة سليمة قدام الجهة علشان فقط تقدر أن أنت تتصالح طبعا فدلوقتي تأثيرا على المواطنين يعني إماء لتعليمات رئيس الوزراء فتم المحافظات أنها بتبسط الموضوع فتم الأخذ العبرة بأن أنت تكون تصالح أنك تقدم أي ورق يفيد ملكيتك وأظن أن أقل ورق ممكن أن أنت تقدمه ومثلا يتمثل في عقد شراءه وصورة البطاقة وفيما بعد أنت بتستوفي الأوراق المطلوبة يعني اللي أنا أفهم من كلامك أن أهم حاجة وجود النية لقانون التصالح بالضبط أنها بعد كده بالنسبة للأوراق حتى لو الأوراق نقصة بيبقى فيه تيسير العملية صحي كده؟ بالضبط بتبقى عندك فرصة ومهلة كاملة جدا وكافية جدا بأن أنت تقدم وبعدين أنت بتاخد نموذك ثلاثة بعد ما بتقدم على التصالح علشان خطب تحمي نفسك وعلشان خطب توقف التنفيذ لأي مخلفة أو تعدي طيب أستاذ إبراهيم برضو فيه موضوع لما جاء فريق الإعداد يدرس قانون التصالح لأنه موضوع غريب جدا موضوع طلاق الوجهات الموحد السؤال طبعا حقيقة عارف أن طبعا خريطة مصر كبيرة جدا فيه منها الأرياف وفيه منها المدن الساحلية وفيه شتى المجتمعات الأمرانية عايز أعرف هل الطلاق الموحد شرط إلزامي لقانون التصالح ولا ده بيبقى في بعض الأماكن المخصصة له بص أفندم هو بالنسبة للموضوع ده فيه شقين فيه شق اللي هو مثلا المحافظات أو المحافظات المدن بالنسبة للمحافظات الكبيرة بيتم أن أنت بتعمل تصالح بتعمل عفوا بتعمل اطلاق لجميع الوجهات وفقا للمعايير اللي بتحددها المحافظة بالنسبة للأرياف فنص القانون على مراعاة الوضعية الخاصة للقرى بتطبيق هذا الشرط فدي ليها وضعية خاصة ودي ليها وضعية خاصة بالنسبة للمدن الكبيرة وبالنسبة للمحافظات أو محافظات المدن لازم أن أنت يتم اطلاق علشان خطر تقدر أن أنت بعد كده تحصل على تقدر أن أنت تحصل على تقنين وضعك طيب بالنسبة لو نقدر نقول أن الأغلبية العظمة بتحاول أنها تعمل قانون التصالح عايز أعرف إيه الحالات اللي ممنوع فيها قانون التصالح يعني ما ينفعش يعمل أي تصالح بصة فدي هم 8 حالات اللي هم؟ أول واحدة عندك الإخلال بالسلامة الإنشائية الإخلال بالسلامة الإنشائية إنت عندك لوقتي غير مطابق للمواصفات فأنا لسه أي لحضرتك يعني دي ماينفعش أن أنا ساعتها أن أنا أرخص لك أو أن أنا أصرح بأن العقار دا يزال يفضل موجود أو كده تاني حاجة عندك تتعدي على خطوط التنظيم وحقوق الارتفاق طيب لو ما أنت لسه ما حلتش مع جهة الإختصاص ووضعك فطبعا دا مرفوض عندك مخالفات المباني ذات الطراز المعماري المتميز زي مثلا الأثار يعني العقارات اللي احنا بنعتبارها زي الأثار مثلا لكن اللي تعتبر أساري بالزبط يعني ليها لمحة تاريخية جميلة بالزبط ما ينفعش أكيد طبعا ما ينفعش وإيه تاني؟ عندك حضوريتك تجاوز قيود الارتفاق الارتفاع المقررة من التيران المدني أو مطالبات شؤون الدفاع وعندك البناء على أملاك الدولة طبعا يعني بما أن أنت لسه ما قدمتش تمام فما لكش أن أنت ملغوش بالزبط بالزبط عندك البناء على أراضي خاضعة لقانون حماية الأسار ونهر النيل عندك سابعا تغيير الاستخدام للمناطق الصادر لها مخططات تفصيلية ما لم توافق الجهة الإدارية طيب عندك أخيرا البناء خارج الحايز العمراني يعني إيه البناء خارج الحايز العمراني؟ حضوريتك الحايز العمراني مثلا بيتحدد كل فترة معينة زمنية بيتم مثلا زيادة الحايز العمراني على حساب مثلا المناطق الصحراوية أو المناطق الزراعية فإنت دلوقتي باني خارج الحايز العمراني أنا مثلا دلوقتي واحد عندي عزبة مثلا أو عندي أرض زراعية فالأرض الزراعية دي ما ينفعش أن أنا أبني عليها فإذا أنا هتخطى يعني هأثر على اقتصاد الدولة وهأثر واحد والآخر تلو والآخر ده هيأثر على نمو الاقتصاد الدولة وعلى اكتفاقها الذاتي مثلا في أشياء معينة فهمت أو محاصيل معينة يعني البناء خارج الحايز العمراني ملهوش أن هو يتصالح معك بص يا فندم أنت عندك هنا أنت لازم هيجي برضو يجي لها علاقة بأن أنت لازم بيت تصالح الأول سواء أنت ينفع تقنن أو لا طبعا الحكومة الحالية بتحاول أنها تيسر علشان خطر طبعا تقدم مرافق أو خدمات للأماكن اللي هي طبعا وقعة في الموضوع ده أو أن هي مثلا تعدت على أملاك الدولة أو على أملاك مثلا ما ينفعش أنه يبني فيها زي أماكن زراعية فعلشان خطر أن هي تقدر أنها تدخل لهم خدمات فأنت في قصة زي دي علشان تصلحها محتاج تسرف مليارات بالإضافة للمليارات اللي أنت أساسا خسرتها بسبب أن أنت بنيت وبسبب أن أنت أسرت على الإنتاج الزراعي للدولة ففي الحالة دي أنت طبعا مش هينفع تخلص إلا لما تقنن أو إلا لما أنت مثلا المحافظة التي تابعة لك قالت أن المنطقة دي سيتم تقنينها فساعتها في الحالة دي بتقدر أن أنت تقنن طيب خلينا نقل لك سؤال جاء كتير جدا على صفحة برنامج حكاوي اليوم من سادة المشاهدين طبعا كتير من سادة المشاهدين بيبقى عنده العقار هو عايز يرخص وحدته فقط يعني عايز يعمل تصالح عليها وبعد كده يجي يسمع لأ مش هينفع أن أنت تعمل تصالح على وحدة لازم يكون على العقار ككل كالتحاد ملاك اللي عايز أفهم من حضرتك هل ينفع أنا كصاحب مسكن أو عقار سواء كان تجاري أو سكن ينفع أن أنا أروح أتصالح بصفتي الشخصية ولا لازم لأ يكون العقار كله موافق على التصالح بصف هندم هو يعني ما لم يتعارض مع عمل الحكومة في النهاية تزيل أدوار الغلم وتصالحة ينفع أن أنت تتصالح ينفع أن أنا يبقى عندي عمارة مثلا فيها ست دوار مخالفين ممكن تلاتة بس يتصالح تلات شواء حتى فهم من العقار الكامل مش لازم العقار الكامل يتم التصالح فيه أي حد عايز أنه يقنن وضعه بيروح يقدم وطبعا هو القانون إدى الحقية لكل شغل العقار أو مالك عقار أنه هو يقدم لوحده أو عايزين يقدمه من مجتمعين كالعقار الكامل برضو ينفع أو أنه مثلا يعمل توكيل لمحامي لكن لازم يكون ليه صفة ولازم يكون هو صاحب العين طيب فيه برضو ناس كتير قوي بتسأل عن نقطة غريبة جدا الموضوع اللجنة الفنية عايزين نعرف إيه هي أعضاء مين هم أعضاء اللجنة الفنية وفي نفس الوقت الطلبات أو قلية العمل بتكون إزاي الخطوات عندهم بصة فانديم هي دي لجنة ربعية مكونة من مهندس استشاري ده بيرقص اللجنة ومهندسين اتنين ما تقلش خبرة كل واحد فيهم عن خمس سنين واحد مع ماريو أنا في نقطة برضو عايز أفهمها يعني موضوع اللجنة الفنية واحد مع ماريو تقني مدني يعني بمعنى اللجنة الفنية طيب أنا حاول لحضرتك على حاجة دورنا في البرنامج هنا إن إحنا بحاول نوصل الموضوع بشكل مبسط تمام؟ عايز أعرف من حضرتك هل قانون التصالح ما بعد التصالح الموضوع ده حيفيد إزاي المشاهد يعني المواطن اللي حيعمل التصالح بعد كده الموضوع ده إزاي هيجلب استثمارات وإزاي إنه هو هيسب في الآخر في مصلحة الدولة موجود حاجة تشرح لي الموضوع ده ويسوف هندم أصلا التصالح ده تم تشريعه للنقطة اللي حضرتك بتتكلم فيها وبرضو علشان خاطر تقنين الأوضاع للناس تمام وتيسيرا عليهم فيما بعد تمام أولا هو يعني حنتكلم في النقطة دي في جزئين أولا بالنسبة للدولة وبالنسبة للملاك نفسهم بالنسبة للملاك أنا بقنن أن وضعي باخد فرصة ذهبية إن أنا أتساوي مثلا لو أنا في نفس العقار وزي ما قلت لحضرتك مثلا أول ست دوار مثلا طالع لرخصة في ست دوار وفي ست دوار مخالفين على سبيل المثال الست دوار اللي في الأول طبعا سعرهم مختلف عن الست دوار المخالفين في تمن الشراء يعني ده مثلا لو قلنا مثلا واحد شاري شقة بمليون جنيه التاني ده هتلاقي شاريها بنص مليون فإذا التصالح اللي حضرتك هتعمله هيخليك أنت متساوي باللي شاري بمليون وهيعزز موقفك وهيغلي سعر شقتك ده بالنسبة للمواطن بالنسبة للدولة طبعا هو أنت لما بتتصالح وبتقنن وضعك لو في شيء مثلا حيتزال بيتزال لو في شيء حيستمر بيستمر يعني أنت دلوقتي بتوفر على الدولة مليارات علشان خاطر تنزلك تدخلك مرافق وعلشان خاطر تحيش حياة كريمة وعلشان خاطر يبقى عندك جميع مستلزماتك الحياتية الطبيعية سواء مية كهرباء أي حاجة يعني محدش يقدر أنه يأذيك ففي الوضع ده أنت بتساعد الدولة في أنها تدخلك مرافق وأنها تحسن وضعك وفي نفس الوقت أنت بتساهم في اقتصاد الدولة طيب أستاذ براهيم أنا عايز أن تقل معاك لموضوع مهم جدا وأنا عارف أن حضرتك من الرواد في الجزئية دي جرائم الإلكترونية في الواقع الإفتراطي طبعاً إحنا عندنا القانون المصري حصل فيه تطور كبير جداً في الجرائم الإلكترونية في الأولى الأخيرة تمام في البداية عايز أعرف من حضرتك إزاي القانون المصري بيحط مظلة قانونية إن هو يقدر يساعد شخص تم ارتكاب جريمة إلكترونية معه بصة فانظم يعني هو تم من سنة 2003 تمام إنشاء المحاكم الاقتصادية وفقاً لقرار جمهوري وحددت من ضمن اختصاصات المحكمة الجرائم الإلكترونية أو الجرائم الإنترنت يعني أنا ممكن أقول له حضرتك مثلاً تعريف عن الجرائم الإلكترونية فهي دي الجرائم اللي بيتسبب فاعلها بأي ضرر جسيم يختص بالجماعات أو المؤسسات أو الأفراد وبتجرم عليه وعاقبته للحبس تمام فإذن هنا الحكومة اتخذت من فترة طويلة جداً إجراء ضد الموضوع ده وتقدر إن أنت أي حد يتعرض لمسألة إنه هو يتوجه بإنه هو يشتكيه وإنه هو يشوف الجهات المعنية يقدم فيها شكوى وبياخد حقه كامل يعني الموضوع بيوصل إنه بيكون فيه تعويض كامل طوان إذا أقول له حضرتك أسنة أنت بترفع قضية يعني بتاخد فيها حقك مثلاً الجنائي تمام؟ وتقدر ترفع قضية تانية برضو وتاخد فيها حقك المدني بتطلبوا التعويض على الأضرار النفسية والأدامية يعني بترفع قضيتين واحدة للتعويض بالحق المدني والحق الجنائي والحق الجنائي أنت بيبقى لك الحق ده طبعاً طيب أكتر الناس لما جينا أعلننا عن الزهور صوص إبراهيم عبد الجواد معانا في موضوع الجرائم الإلكترونية لأنه أن أكتر حالات اللي جات لنا على السوشيال ميديا هي جراء الابتزاز بمعنى بيكون في سيدة بعد قبل كده باعت موبايل بتاعها أو ملكية خاصة لها الحسابات بتاعتها وحصل استرجاع للبيانات وبعد كده بيحصل عمليات ابتزاز للضحية وفي نفس الوقت الموضوع ده حصل مع مؤسسات يعني مؤسسة خاصة عندها حسابات لكتير من العملة حصل أن بيتم سرقة البيانات الخاصة أو الداتابيز وبعد كده بيحصل ابتزاز ليهم طبعا الكلام ده عشان يبقى فيه تعويض ندي في البداية عايزة أعرف من حضرتك إزاي القانون بيغطي موضوع الابتزاز أو الجرائم الإلكترونية اللي بتستدعي الابتزاز وفي نفس الوقت تبقى للهيستوري بتاعك أو للحالات اللي قابلتك قبل كده في الاستشارات القانونية هل في حالات ابتزاز وصلت لك؟ طبعا أكيد ده يعني الأسف متداول جدا في المجتمع وبرضو القانون يعني القوانين بتتصدى للعمل الإجرومي ده وده يعني مثلا إحنا بيعدي علينا ناس مثلا مثلا اللي تليفونها تسرق اللابتوب بتاعها مثلا وديته لحد يصلحه وأخذ من عليه معلومات فساعتها هنا بيحاول إن هو يبتزها علشان خطر يحصل على فلوس هي طبعا بتخاف ما بتتكلمش ده طبعا غلط بالإضافة لإن هو مثلا في أحيانا بتبقى الفيديوهات مثلا هو ممكن ينشرها على مواقع وبيتربح منها مكاسب مادية طبعا كل ده هي يعني ممكن ده طبعا بيحصل مع الإناس أكتر خصوصا طبعا المتزوجات منه من نوع ممكن واحدة مثلا تليفونها هيتسرق وواحد يبتزها طبعا هي خايفة تقول وتردخ لطلباته فأنا يعني أحب إن أنا أقول للناس دي يعني ما يخافوش وبالناس بتذكر حضرتك لنقطة بتكون خايفة إنها تقول طبعا إحنا عندنا عادات كثير في المجتمع المصري من العادات الصحية ومن العادات الضرة أكبر عادة ضرة الخوف من الفضيحة وإفشاء الهوية كتير من الناس وجهالة بالقانون كتير من الناس فاكرة إن القانون معمول إن بيبقى فيه إتاحة للهوية يعني بمعنى لو فيه سيدة مثلا مبايرة تسرق وعمل استعادة للبيانات بتاعتها ما مجرد إنها هتروح أو تاخد الشكل القانوني للموضوع لأ أنا كده الموضوع هيتقلب لفضيحة الخوف من الفضيحة يا أستاذ برايب عايز حضرتك توعي أستاذ المشاهدين بالموضوع ده هل سرية هوية الشخص اللي بيكون متقدم ببلاغ أو إن هو متقدم بقضية اتزاز على الجرائم الإلكتروني هل الهوية فعلا بيكون مرتوحة وبيكون في فضيحة فعلا ولا الكلام ده كله بيكون في سرية تامة للهوية هو ده برضو من ضمن اختصاصات أو يعني ده برضو يعتبر أنه هو مثلا إيه أنت بتفشي أسراف فأهمني أنت أي حد أي إنسان في الدنيا بيفشي سر أي يعني القانون المصري بيحاول جاهدا أنه هو يحمي المرأة ويحفظ سرية معلوماتها علشان خاطر يشجع على الإقدام على إبلاغ عن أي شيء تم ضدها هتلاقي مثلا حضرتك عندك واحدة مثلا خافت أن هي تعمل شكوى ضد حد ده بالزبط تبقى خايفة من الفضيح بالزبط شكوى زي دي يا فندم هي لو هي عملتها بترحم نفسها وبتحمي نفسها من حاجات كتير جدا ممكن تحصل فيما بعد لأن أولا طول مدة أن يبقى مثلا الشخص المجرم ده معاه الفيديو أو الصور أو أي كانت النوع الديانات أي كانت النوع المحتوى في الحالة دي ممكن مثلا يكون متعرد أكتر أنه هو يوريها الحد أن هي تنتشر أكتر هتفضل الضحية ده لو هو حتى يعني لو نفترض أيوة ما نبقول حررتك ده حتى لو افترضنا أن الشخص ده كويس يعني أنه هو مش حد مثلا حينشر بقى على مواقع إنترنت أو مواقع إباحية أو يتربح والموضوع يخش معها في سكة تانية خالص مستغلال التجاري بالزبط أفن فأنت عندك هنا أنت لما تروح تقدم بلاغ وتكتب فيه الرواية سواء مثلا تليفونها تسرق سواء مثلا اللابتوب بتاعها حد دخل عندها ممكن يحصل سرقة حساب مثلا فأنت أبسط شيء كحاجات دي كلها فأنت مهين مفروض تتوجه فورا لمباحث الإنترنت ولمباحث الإنترنت دي الجهة فنية متخصصة والحمد لله عندنا هنا في مصر يعني متطورة جدا تقدر أنها توصل للمعلومات تقدر أنها توصل للمجرم وأنها تعاقبه يعني ينال جزاؤه أمام القانون يعني أنا أكثر من حقيقة رسول إبراهيم أن موضوع الخوف من الفضيحة أو إفشاء الهوية القانون المصري بيغبط الموضوع ده بسرية تعمل أغلب الناس فندم اللي بيقول لنا المكاتب المحامين بيبقوا عايزين يعني يقدموا على إجراء زي ده بيكونوا في الأول متخوفين لكن فيما بعد النتائج بيلاقوها مبهرة يعني بيستغربوا أن ده موجود يعني ده الأسف فيه فئة كبيرة جدا من المجتمع ما يعرفش الكلام ده يعني ما يعرفش أن إنت لأ تقدر تاخد حقك وتوقف الشخص ده عن ده حده ويكون فيه عقوبات راضعة فيه ناس كتير بقول إن لسه الموضوع مش متطور كده بس الحقيقة العكس لا لا أفندم إحنا الحمد لله عندنا هنا آليات كويسة جدا ويعني جهاز عملاق بيقدر هو يوصل للناس دي حتى ممكن إنت لو إنت مثلا مش عارف الشخص اللي هو عمل الجريمة دي ممكن هو يبحث عنه ويقدر يحدد مكانه ويحدد موقعه ويجيبه حتى لو هوية الشخص مجهولة بنقدر يحميله تتابعه حتى لو مجهولة فيه أحيانا بيكون فيه خطوط إنه يتوصلك ليه هو مثلا شاير مثلا فيديو الفيديو ده بيبقى سايف فيه لينك مثلا إنك إنت تتفرج على بقيته ومش عارف بيحاولوا يجيبوه هم ليهم طرق طبعا كبيرة يعني بيكون بقى خلاص إحنا كده دخلنا في الشكل تكنولوجي إنت عارف الشخص بقى ده إنت ممكن ترفع ساعتها جنحة مباشرة ضده في المحاكمة الاقتصادية ودي بقى سريعة جدا وبتقدر إنه إنت تاخد حكم يعني هو بتتسم بالشدة يعني في بعض الأحيان من الأحكام بص في عجالة لأنه طبعا الوقت محاك بيمر بسرعة وأكيد حيكون فيه هادة لقاءات بعد كده تحترر بإذن الله تاني موضوع في قانون الجرام الإلكترونية الناس كتير اتكلمت فيه هو موضوع انتحال الشخصية وتشويه الصمع بمعنى بيكون شخص له وضعه الاجتماعية أو شخصية عامة يبتدي حد يعمل حساب بإسمه وينزل شوية صور له ويبتدي إنه هو يشويه صمعته أو إنه هو يعمل له انتحال للشخصية ويبتدي يستخدم اسمه وصيته في المجتمع ويبتدي إنه هو يبتدي يجيب مصالح شخصية له إزاي القانون بيكون راضع للناس دي بصة فندم ده برضو اللي بيعمل حاجة زي دي ده بيتعاقد بالحبس وفق القانون المصري وده يعني عايز أقول له حضرتك هو منتشر جدا ومنتشر كتير جدا على مواقع التواصل ولو الناس عارفة هي زي ده يعني إن الموضوع سهل إنه هو ياخد حقه ما كانش الزمان الموضوع مفتوح للدرجات دي يعني عايز أقولك كتير جدا 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 يعني فيديوهات أي حد بيتشهر بيه بتلاقي كل الناس طالعة يتعلق طالعة تتكلم الناس مش عارفة مدى خطورة الكلام ده مش عارفة مدى خطورة خصوصا إنه ممكن تلاقي أغلب الناس دي مثلا شباب صغير مش فاهم إيه إنترنت مش فاهم أنا اللفذ اللي أنا ممكن أتلفزه مع أي حد حتى ولو في تعليق ممكن أعاقب عليه فما بالك حضرتك مثلا لما تيجي تتكلم على حد منتحل شخصية شخص وبيبشر بيه أعمال وبيتعامل بيه ممكن أساسا ده يتسبب أزاية الشخص ده ممكن ينسب على حد والحد ده ما عرفش هو مين ومفكره فلان فيروح يقدم شكوى ضده فده طبعا بيصير لغة كبير جدا جدا في الموضوع ده والناس تقدر أنها تاخد حقها بالتقدم فورا للشكوى والشروع في تحرير إجراءات رسمية ضد المنتحدة يعني اللي أنا فهمته من حضرتك في اللقاءنا أن القانون المصري هو رادع للجرائم الإلكترونية إذا تم تفعيله بالشكل الصحيح صح كده؟ تمام أستاذ إبراهيم أنا كنت سعيد جدا باللقاء مع حضرتك أعزائي المشاهدين ودي كانت نهاية حلقة النهاردة من برنامج حكاوي اليوم انتظرونا مع باقة إعلامية وقانونية من النخبة في كافة التخصصات القانونية